قال ولي العهد سعودي الأمير محمد بن سلمان إذن في تصريح لصحيفة نيويورك تايمز كما ذكرنا قبل قليل بأن الغالبية العظمى من رجال الأعمال والمسؤولين الخاضعين لتحقيق واسع في الفساد والذي يبلغ عددهم نحو 200 شخص يوافقون على تسويات يسلمون بمجيبها أصولا إلى الحكومة ونقلت الصحيفة عن بن سلمان قوله أنه بمجرد كشف ما لديه من ملفات وبمجرد أن يطلع على هذه الوثائق الملفات يوافق نحو 95% على التسوية وهو ما يعني التوقيع على التنازل عن مبالغ نقدية أو أسهم في شركات الخزانة العامة